هل توقفت الحرب أم لا؟ سؤال اللحظة الراهنة في ظل الهدوء الحذر الذي يهيمن على مدينة الحديدة بعد أيام من المواجهات العنيفة التي شهدتها المدينة بين القوات الموالية للحكومة وميليشيا الحوثي الانقلابية التحالف السعودي الإماراتي أكد على لسان المتحدث باسم التحالف تركي المالكي أن العمليات العسكرية مستمرة وأن كل عملية لها خصائصها ومسارها في معرض رده على استفسار بهذا الشأن من وكالة الصحافة الفرنسية ونفى المالكي بهذا التصريح معلومات نسبتها وكالة رويترز إلى مصادر في التحالف تفيد بأن هذا الأخير قرر وقف عملياته العسكرية في مدينة الحديدة تأكيد التحالف على استمرار المعركة يبدد مخاوف بشأن بقاء الحديدة في وضعيتها المعلقة بين الحرب والسلم في وقت يترقب فيه الألاف من سكان المدينة الذين تحولوا إلى نازحين حدوث حلحلة سريعة لعقدة مدينتهم فيما يواجه السكان الموجودون فيها ظروف العزلة وشظاف العيش والشعور بالخوف المقيم نتيجة استمرار التوتر وفيما تتحدث مصادر الدبولماسية عن انفراجة قريبة في ملف الأسرة الذي يشكل مع مسألتي مطار صنعاء ودفع الرواتب أضلاع مثلث بناء الثقة بين أطراف الأزمة اليمنية تجري التحضيرات لعقد جولة مشاورات جديدة في التاسع والعشرين من هذا الشهر بالسويد وفقا لمصادر إعلامية سعودية دون أن يصدر تعليق بهذا الشأن من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث يأتي ذلك فيما تتوفر قراء قوية على السمراء للتفاهمات ضمن الرباعية الدولية بشأن الحرب الدائرات في اليمن على نحو يرسخ الاعتقاد بعدم وجود نهاية وشيكة لهذه الحرب تأسيسا على الضغوط التي يتعرض لها التحالف خصوصا من أطراف غربية فقد اجتماع في الرابع عشر من هذا الشهر بالرياض كبار المسؤولين والسفراء من السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا وهم أعضاء الرباعية الدولية وبحثوا الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنسان في اليمن الاجتماع طالب بتكثيف الدعم لجهود المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة بشأن تدابير الاقتصادية الطابع لبناء الثقة والتحذير من أن التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية بالإضافة إلى تقديم الدعم للحكومة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقا لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014 موسيقى